بتشتكي ان دايما منعتك ضعيفة وبيجيلك دور برد وإنفلونزا باستمرار؟ حلك عندي في الفيديو ده فلو عايز تعرف أفضل عشر أطعمة لتقوية المناعة تابعني بعض الفاصل السلام عليكم معكم الصيدري حازم مونير ورسالة جديدة من أجل توعية المرضى والأصحاء ورسالتنا اليوم بعنوان أفضل عشر أطعمة لتقوية المناعة وقبل مبدأ حلقتنا أحب أشكر كل المتابعين بمناسبة وصلنا إلى أكتر من ربع مليون مشترك وده بفضل الله عز وجل ثم أدعمكم وتشجيعكم المستمر ولو حضرتك أو حضرتك متابعين جدد فأنصحكم بمشاهدة سلسلة حلقات فيتامينات ومعادن وسلسلة حلقات الفوايد الطبية للطعام وأضراره فدول أنجح وأشهر سلسلتين على القناة النهاردة هتكلم عن أفضل عشر أطعمة لتقوية المناعة ومش معنى كلامي أن الأطعمة دي هتحميكم من الكورونا حبقى بدحك عليكم فالحماية من الكورونا إجراءاتها معروفة وهي أنك تلتزم بالإجراءات الاحترازية والتباعد ولبس الكمام وأخذ اللقاح لو متوفر في بلدك ولكن غرض حلقة النهاردة هو تقوية منعتك بحيث يقل خطر الإصابة بالبرد والإنفلونزة وكمان يقل شعورك بالتعب والإرهاق وتشعر بالنشاط والحيوية والطاقة فأول طعام معانا هو الحمضيات يعني البرتقال واللمون وخلافه فميزة الأطعمة دي إنها غنية فيتامين سي وكلنا نعرف إن فيتامين سي من أهم الفيتامينات اللي بتقوية المناعة وبتقلل من خطر الإصابة بالبرد والإنفلونزة ولكن لو فاكرين إن البرتقال واللمون هم أغنى الأطعمة الغنية فيتامين سي تبقوا غلطانين فمثلا الفلفل الأحمر فيه 3 أضعاف كمية فيتامين سي اللي موجودة في البرتقال والجوافة فيها 4 إلى 5 أضعاف كمية فيتامين سي اللي موجودة في البرتقال وسبق وعملت حلقة عن فيتامين سي بعنوان أعراض نقص فيتامين سي وأفضل الأطعمة الغنية في فيتامين سي وحسيب لكم رابط الحلقة مع وصف الفيديو وفي أول تعليق 2 البروكلي البروكلي بيصنف على إنه من أفضل الأطعمة اللي بتبقى موجودة على مائدة الطعاب فالبروكلي غني جدا بفيتامين سي وغني بالمواد المضادة للأكسادة بالأخص مادة السلفورافان اللي سبق واتكلمنا عنها قبل كده وبالتالي البروكلي خيار مهم جدا لدعم صحة جهازك المناعي 3 الزنجبيل فالزنجبيل بيحتوي على مادة الجينجيرول اللي بتعمل كمضادة للإلتهابات ومضادة للأكسادة لذلك دايما بتلاقي شركات الأدوية بتحطه من ضمنه مقونات حبوب الاستحلاب نتيجة إن ليه مفعول أيضا كمطهر ومضاد للبكتيريا وسبق واتكلمنا عن فوائد وأضرار الزنجبيل بالتفصيل قبل كده 4 السبانخ ودي حكاية لوحدها فالسبانخ غنية فيتامين سي وفيتامين ألف اللي ليه دور أيضا مهم في تقوية المناعة وغنية أيضا بمواد البيتا كاروتين اللي هي أحد أشكال فيتامين ألف طيب يا دكتور ليه بتقول إن دي حكاية لوحدها هقولك لا أبدا مفيش فببساطة أنا بحب السبانخ جدا 5 الثوم كلنا عارفين إن التوم بيعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات وأهم مادة في التوم هي مادة الأليسين وقلنا قبل كده إن التوم كان طعام رئيسي لبنات الأهرامات عشان كانوا بيستخدموه عشان يقول مناعة ويمدهم بالطاقة وسبق وتكلمنا عن فوايد وأضرار التوم بالتفصيل أيضا 6 اللوز فاللوز غني فيتامين هه اللي هو فيتامين إي بالإنجليزي وهو فيتامين لا يقل أهمية عن فيتامين سي وليه مفعول مهم جدا في تقوية مناعة الجسم والقضاء على الجزور الحرة اللي هي المواد المؤكسدة ويكفي إن أقول لكم إن الجسم بيحتاج 15 ميلي جرام فقط في اليوم من فيتامين هه ودول حتلقوهم في نص كباية فقط من اللوز 7 الشاي الأخضر فالشاي الأخضر غني بمواد الفلافينويدز اللي لها مفعول قوي كمضادة للأكسدة والشاي الأخضر بيتميز عن الشاي الأسود إن مواد الفلافينويدز اللي فيه أعلى لإن أثناء عملية تخمير الشاي عشان يتحول إلى شاي أسود المواد المفيدة اللي فيه بتتكسر 8 الدجاج وشربة الدجاج فاكرين وإحنا صغيرين كان لما يجينا دور باردة أو أنفلونزا أمهاتنا كانوا بيعملوا لينا شربة دجاج ويعصروا عليها لمونة ووالدتك تقول لك اشربها عشان تخفه ومناعتك تقوى وعلى الرغم إن كتير من الأمهات ما كانوش عارفين ليه هي بتقول مناعة ولكن كان كلامهم صح فاللمون اللي في الشربة فيه فيتامين سي وقلنا فايدته أما شربة الدجاج نفسها فيه غنية فيتامين به ستة اللي ليه دور مهم جدا في العمليات الحيوية الخاصة بجهازنا المناعي 9 الكوركم وده بسبب احتوائه على مادة الكوركمين ولو تفتكروا في حلقة الكوركم كنا ذكرنا عشر فوايد ليه والفايد رقم 9 كانت تقوية المناعة وقلنا إن السبب إنه بيعمل كمضاد للبكتيريا ومضاد للأكسادة وقلنا برضو في نفس الحلقة عشان نحصل على فوايد الكوركم لازم نضيف ليه الفلفل الأسود عشان يحسن من امتصاصه لإن امتصاص الكوركم لوحده ضعيف جدا الطعام رقم 10 وهو آخر طعام معنا النهاردة هو العسل فكلنا عارفين إن العسل من أقوى الأطعمة اللي بتقوية المناعة ولكن عايز نبه إن العسل اللي أنا أقصده هو عسل النحل أو العسل الأبيض وليس العسل الأسود معلومة أخيرة اهتموا دايما بتناول فيتامين سي وهيه وألف ودال وعنصر الزنج فدول أهم الفيتامينات والمعادن المسؤولة عن مناعة الجسم لو الحلقة عجبتكم شاركوها وعرفوا غيركم أفضل الأطعمة لتقوية المناعة واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرز عشان يصل لكم إشعار بحلقاتنا القادمة ألقاكم على خير يوم الجمعة القادم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله كان معكم الصيدلي حازم مونير بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته